بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابي في الله سوف نتعرض في هذا الفيديو القصير إلى المقصود بالدعوة العمومية تنص المادة اثنان من قانون المصرة الجنائية المغربية على أنه يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة ذاوة عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة ويتضح من هذه المادة أن الضرر الذي ينجم عن الفعل الجرمي المرتكب سواء كان ضررا جسديا أو ماديا فإنه يعرض مرتكبيه للمساءلة الجنائية أو المدنيا أو هما معا والفعل الجرمي هو ضرر بالفرد والمجتمع فإذا كانت المطالبة القضائية فاستهدف توقيع الجزاء على المجرم باسم المجتمع ككل فهي بذلك تكون دعوة عمومية وإذا كانت المطالبة القضائية هدفها تعويض الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الجريمة فإنها تسمى دعوة مدنية تابعة إذن يمكن القول بأن الدعوة العمومية هي دعوة قضائية يرفعها المجتمع ممثلا في النيابة العامة بهدف متابعة الجنات قضائيا وإنزال العقاب في حقهم بسبب ما ارتكبوه من أفعال تعتبر جرائم بمقتضى القانون الجنائي وبسبب ما تحدثه من اتجراب في أمن المجتمع وإلحاق الضرر بأفراده ترجمة نانسي قنقر